حضراتكم وتخطية خاصة لمباراة الأهلي والودات في لقاء العودة طبعاً اللي كان في القيارة يمكن زي ما احنا تشايفين وطبعاً كنا متوقعين بشكل كبير هذه النتيجة بما أن النادي الأهلي في خارج أرضه فاز بنتيجة كبيرة 2-0 في المغرب أكيد كان المتوقع أن يبقى فيه فوز لكن طبعاً كان مهم جداً التركيز وعدم الاستهانة بالخصم في لقاء العودة فبالتالي النادي الأهلي منذ دقائق الأولى وهو مركز بشكل كبير في الفوز وحسم التآهل للمباراة النهية وده حصل من خلال ثلاث أهداف لمران محسن وحسين الشحات ويسر إبراهيم مبروك للنادي الأهلي وصوله للمباراة النهية في انتظار الطرف الآخر سواء الزمالك أو الرجاء بعد تأجيل مباراة الزمالك لـ 1 نوفمبر مبروك للنادي الأهلي دائماً النادي الأهلي متميز في أفريقيا دائما الوصول للمباراة النهائية عادة النادي الاهلي دائما النتائج والأداء دائما بتبقى متوجدة بشكل رائع مع النادي الاهلي في البطولة الأفريقية مبروك مرة أخرى المجلس دفع النادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي للجاز الفني للنادي الاهلي ولعبي عاز أقول لكم يمكن في الدور قبل ده الدور الربع النهائي النادي الاهلي فاز على سانداونز عشان تبقوا متخينين مين اللي كان مدير الفني مع النادي الاهلي أو كان بيلعبوا النادي الأهلي في الدور الربع النهائي ثم مين بقى اللي معاه في الدور قبل النهائي مستر أو كوتش بيتسو مستماني هو اللي كان موجود في الدور القابل كده ودلوقتي هو اللي بيوصل للنادي الأهلي إلى الدور النهائي مبروك طبعا ودي حاجة مميزة جدا شايفين الأداء أداء مميز النهاردة الوداد كان بيحاول على قد ما يقدر لكن الموضوع كان صعب جدا النتيجة اللي هناك أكيد مأثرة معنويا بشكل كبير وهدف مروان محسن اللي كان في الدقيقة الخامسة كمان أثر على معنويا اللعبين بالنسبة لنادي الوداد وبالتالي استغلال الفرص سواء بقى لحسين الشحات أو حتى لهدف الرائع لأيضا ياسر إبراهيم بالهيد كان زي ما نقول تخليص بقى في المباراة للنادي الأهلي